يعني إذا كان أبو مازن وأنا متأكدة أنه فعل ذلك واجه بلينكين بكل شيء وقال لي قبل ذلك أنه يواجه الأمريكان بصراحة برأيه دون مواربة ماذا قال له بلينكين؟ يعني ماذا كان رد وزير الخارجية الأمريكي عندما وجهه أبو مازن بكل ذلك؟ يعني الرئيس أبو مازن خير مدافع عن فلسطين ويعني لو وسائل الإعلام بتشوف شو بيقول أبو مازن في الغرف المغلقة لا عرفوا كم هو يعني صلب في الحق الفلسطيني وفي الدفاع عن حق الفلسطين هذا يعني شهادي مني هو لا يحتاجها ولكن الشعب الفلسطيني يعرف هذه الحقائق لكن الرد الأمريكي بيقول أنه إحنا حنظل نجرب وحاولنا وحكينا معهم من هذا الكلام إحنا بصراحة نعرف علم اليقين أنه الولايات المتحدة قادرة إن أرادت قادرة أن تضغط على إسرائيل وإن أرادت الولايات المتحدة قادرة أن تجبر إسرائيل إحنا اليوم لسنا في الشكليات إحنا اليوم لا نريد شكليات موضوع المال هو قضية شكلي بحت ولكن طبعا إحنا نريد ندفع رواتب ونريد ندفع مصاريف الدولة ونريد أن نكون بالتزاماتنا تجاه هاهلنا في غزة والضفة الأمر بالنسبة لنا لم يعد بالتفاصيل الصغيرة الأمر بالنسبة لنا بعد كل هذا المذابع هو بالصورة الكلية وما هي الصورة الكلية؟ وقف معاناة الشعب الفلسطيني كيف بإنهاء الاحتلال تعزيز صموده كيف بمساعدته وأنا هون بتأمل أن أهلنا وإخواننا الدول العربية أن يفعلوا شبكة الأمان المالي التي أقرتها القمم العربية المتعاقبة في الوقت وهي مشكورة الدول العربية قدمت مساعدات إنسانية لغزة ولكن نحن نريد أيضا أن نعزز صمود الناس هنا بالضفة الغربية عن طريق تعزيز مواردنا المالية وغيره بالمجمل العام إحنا الصورة الآن نريد تركيز على الصورة الأوسع الصورة الأوسع هي إنهاء الاحتلال وقف الألم وقف الدم وقف القتل